اشتركوا في القناة ومعالي السيد يوشي ماسا هياشي وزير خارجية اليابان ومشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وقد ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة اعتبر فيها أن هذا الاجتماع يعد شهادة على الروابط القوية والالتزام المشترك بين المنطقتين العربية والآسيوية لتعزيز التعاون والتفاهم المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة إضافة إلى كونه فرصة فريدة لتبادل الأفكار ووجهة النظر والخبرات وأكد سعادة الوزير على إمكانات الشراكة العربية اليابانية وقدرتها على فتح فرص جديدة للتنمية مشيرا إلى أهمية التزام الجانبين بدعم مبادئ التعددية واحترام القانون الدولي وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار وتم خلال الاجتماع بحث مسار التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطوير علاقات الصداقة التاريخية وتحقيق التفاهم وتنسيق المتبادل حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أعرب فيه الجانبان عن ارتياحهما للوضع الراهن للتعاون العربي الياباني وتطلعهما إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك إلى أفاق أوسع تشمل المجالات الثقافية والتعليمية والبيئية والطاقة وإلى عقد الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في اليابان العام المقبل وأكد الوزراء على ضرورة إرساء ثقافة التضامن الإنساني كما أكدوا على ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتحقيق التنبيع المستدامة وأمن الطاقة والأمن الغذائي واستعرض الوزراء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية وأكدوا أهمية الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدولية وأشدد الوزراء أيضا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول سياسية للقضايا الإقليمية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلاة ترجمة نانسي قنقر